أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلقه طر محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة وهي مناسبة عيد الله الأعظم عيد الغدير الأغر أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها حديث الغدير من أهم الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه مباشرة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبالتالي هو من أهم الأدلة الدالة على عقيدة الشيعة الأثني عشرية أنار الله برهانهم فهذا الحديث من الناحية السندية يتسم بالوضوح فإنه منقول بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله بنص كبار الحفاظ وخبراء علم الحديث مثلا الذهب في سير أعلام النبلاء الجزء الثاني صفحة خمسمائة وسبعة عشر يتعرض لسندي حديث الغدير فيقول هذا حديث حسن عال جدا ومتنه متواتر وفي تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن جرير الطبري يقول لما بلغ ابن جرير أن أبا داود تكلم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلم فيه في تصحيح الحديث ولقد وقفت على مجلد لابن جرير في طرق هذا الحديث وقف على مجلد في طرق حديث الغدير يقول فاندهشت له ولكثرة طرقه مع أنه متخصص في علم الحديث وقف على الأحاديث المتواتر مع ذلك اندهش لكثرة طرق حديث الغدير وما ذاك إلا لتميز هذا الحديث من الناحية السندية حتى قل لم يتفق أن روى من الصحابة ما يربو على مئة وستة عشر صحابي حديثا غير حديث الغدير فهذا الحديث من الناحية السندية واضح جدا ولا يمكن التشكيك في صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا نص كبار الحفاظ من المخالفين على تواتره منهم الذهبي منهم ابن حجر منهم الصيوطي ومنهم الألباني فمن الناحية السندية هذا الحديث واضح بين كالشمس في رابعة النهار وأما من الناحية الدلالية فهذا الحديث أيضا بين في الدلالة على سيادة أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه وأن له ما لرسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة فقد أوقف رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين في غديري خم في شمس حارقة وقيض محرق وأخذ بيد علي صلى الله وسلامه عليه ثم قال بعد أن بيّن أنه يوشك أن يدعى فيجيب بيّن أنه في مقام الوصية وأنه يبين أهم الأمور التي ترتبط بما بعد ارتحاله صلى الله عليه وآله قال أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قيل بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه أي من كنت أولى به من نفسه فعلي مولاه اللهم والي من ولا وعادي من عادا والمولى كما ذكر ابن البطريق الحلي لها معنى واحد وهو الأولى أو السيد المطاع وهذا ما فهمه الصحابة من حديث الغدير فقد نقل بسند صحيح أن رهطا من الأنصار جاءوا إلى أمير المؤمنين صلى الله الله وسلامه عليه وهو في الرحب فقالوا السلام عليك يا مولانا فقال لهم أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه وكيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب هذا السؤال لا معنى له إلا أن كلمة المولى تدل على الأولوية وأن المولى هو السيد المطاع ولهذا قال كيف أكون مولاكم أي سيدكم المطاع وأنتم قوم عرب لستم من الموالي من المملكين فقالوا لأن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا وليه فهذا وليه إذن ما فهم من الصحابة هو أن المولى والولي بمعنى الأولى الأولى وحتى لو كان المولى بمعنى المحبوب أو الذي تجب نصرته فإن حديث الغدير كما ذكر الشيخ المظفر في دلاء الصدق يدل على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله لأنه لا معنى لأن يوقف النبي المسلمين ويخصص أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله بالنص على وجوب محبته ووجوب نصرته إذا كان المراد محبة المؤمن أو نصرة المؤمن الثابتة لأي فرد من المسلمين والمؤمنين كما لا يمكن أن يكون المقصود نصرة ومودة القربة لأنه يوجد من هو قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في النسب لا ينحصر الأمر في أمير المؤمنين بل هناك من هو أقرب نسباً إلى رسول الله من أمير المؤمنين وهو الصديق فاطمة صلى الله عليه وسلم فإنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله إن كان الحديث يدل على وجوب المحبة فالثابت هو وجوب محبة خاصة ثابتة لأمير المؤمنين فقط وتلك المحبة هي محبة أمير المؤمنين بما هو خليفة لرسول الله يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله والقرائن فيما إذا تنزلنا عن دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين في نفسه بلا قرائن نقول القرائن تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام النص على إمامة أمير المؤمنين وأنه يريد من المولى إن كان المولى مشتركا لفظيا خصوص الخليفة الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله إذ لا معنى لأن يوقف النبي الناس وهم بهذا العدد وفي يوم حار ثم يخطب ويذكر بأمور مهمة ومنها أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأنه في مقام الوصية لأنه سيرتحل صلى الله عليه وآله قريبا ثم بعد ذلك يقول من كنت مولاه لا معنى لكل ذلك إذا كان في مقام بيان مجرد وجوب المحبة أو وجوب النصرة أو بيان أن أمير المؤمنين قريب ابن عمه كل المعاني المتصورة بعيدة عن حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا معنى أن أمير المؤمنين هو السيد المطاع والأولى بعد النبي صلى الله عليه وآله فحديث الغدير واضح من الناحية السندية والدلالية هو فوق الشبهات ولهذا يعتبر من أهم الأدلة على إمامة أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه نعم وجدت بعض المشاغبات التي حاول أصحابها أن يشككوا في دلالة حديث الغدير مثلا ابن تيمية جازف وزعم أن حديث الغدير ضعيف سندا سندا ورد عليه ناصر الدين الألماني في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الرابع صفحة ثلاثمائة وأربعة وثلاثين فقد بيّن أن حديث الغدير متواتر ثم قال إني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث ضعف من كنت مولاه فهذا علي مولاه وأما الشطر الثاني اللهم والي من ولا وعادي من عدا فزعم أنه كذب ثم قال وهذا من مبالغته الناتج في تقدير من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويعمل النظر فيها فمحاولة المشاغبة من جهة سند حديث الغدير محاولة واضحة البطلة من المشاغبات ما ذكره ابن كثير فإن ابن كثير خلط بين حادثتين حادثة غدير خم وبين حادثة سرية اليمن فقد نقل الحاكم وكذلك البخاري والنساء أن بريد الأسلم رأى شيئا لم يعجبه من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فجاء عند النبي صلى الله عليه وآله شاكية فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بريدة أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه وفي رواية أخرى أخرى لا تقعن يا بريدة في علي فإن علي مني وأنا من علي وهو وليكم بعدي فقال ابن كثير هذه الواقعة خاصة ترتبط بمن كان مع أمير المؤمنين في سرية اليمن فإن أمير المؤمنين كان مولى عليهم والرسول يقول من كنت مولاه فعلي في هذه السرية مولاه وليس الخطاب مع الأمة بشكل عام وهذا الكلام غريب منه أولا لوجود اختلاف بين الواقعتين واقعت غدير خوم وقعت في مكان يسمى غدير خوم بينما واقعت بريدة كانت في المدينة كما نصت جملة من الروايات والخطاب في غدير خوم كان لعامة المسلمين أولست أو لا بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى بينما الخطاب في وقعت بريدة كان لبريدة يا بريدة أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم إن حديث بريدة والذي يسمى أيضا بحديث الولاية وهو وليكم بعدي يدل على إمامة أمير المؤمنين كما يدل حديث الغدير لأن قول النبي صلى الله عليه وآله إن عليا مني وأنا من وهو وليكم بعدي كان في المدينة بعد انتهاء السريع فالمهمة قد انتهت والحديث فيها عام وليكم بعدي أي بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله ولا معنى لأن يكون وليا على الأمة بعد النبي إلا أن يكون السيد المطاع الذي يجب أن يتبع لأن الولاية بمعنى المحبة والنصر ثابتة لأمير المؤمنين حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله لا معنى لأن يقول النبي وهو وليكم بعدي والغريب أن ابن تيمية لديه مشاغبة في حديث الولاية يقول هذا الحديث كذب لم يصدر عن النبي لأن النبي قال وهو وليكم بعدي ولم يقل وهو الوالي بعدي فلا يمكن أن يكون معنى ولي المحبة والنصر لأن هذا ثابت لأمير المؤمنين حتى في حياة النبي لا معنى لقيد بعدي ولا يمكن أن يكون المعنى الأولى لأنه لو أريد الأولى لعبر بالوالي والنبي لم يعبر بالوالي وهذا كلام واضح البطلان وهو مجرد مشاغبة يراد بهذا الكلام أن تغطى شمس الحقيقة الولي باتفاق علماء اللغة قد يراد منه الأولى فإن الولي له مصاديق الراجح أن له معنى واحد الولي هو الأولى ولكن لو قيل هو مشترك فإن له أكثر من معنى من تلك المعاني الأولى وحيث أن ابن تيميا باعترافي لا يمكن أن يراد هنا المحبوب أو المنصور لأن وجوب النصر والمحبة ثابتة لأمير المين حتى في حياة النبي فلا يبقى إلا الأولى فإن المعنى الذي يحتمل أن يكون ثابت لأمير المين بعد النبي من معاني الولي هو الأولى فحديث الولاية وهو وليكم بعدي كحديث الغدير يدل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأن الخطاب فيه عام وإن كانت المناسبة خاصة المورد خاص وهو شكاية بريد الأسلم على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأن يجعلنا من المشمولين بشفاعته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلقه طر محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر